مرحبا يوم جديد وزيزي فاميلي كومبلة الموسم اليوم الاكازيون عملنا كومبلة هنبدأ بهند بلندر طبعا كلنا عارفين مونكز الوقت والصديق ست البيت في كل مكان بالمطبخ تقفي بيع البتوجاز تقفي بيع بربيزة عن رقامة مكان ما حابة تتنقيل بيه بيساعد وبيصعف طبعا الكب الجميلة المصغرة للأسرة الصغيرة شكلها والوانها جميل شكل جديد عملية جدا 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 واسعارها في متناول الجميع تسرع لك الوقت تقطع الخضار البصل كل التزاماتك طبعا ماركة مونكز كلنا عارفينها ان الله يغني عنها كمان الماركة دي طحفة جربوها عن سكا انا مجربها انا بجيبلكوش غير الماركة اللي انا مجربها بكون واسكة فيها وفي امكانياتها وكل تكنياتها ومتعيش وقت كتير يعني عملية جدا 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 مش حاجة والسلام النهاردة جايبا لكو تشكيلة مختلفة من محضر الطعام شايفين فرم لحمة خضار تحضير كل احتياجاتك في المطبخ بالفعل بيسعي في الوقت جدا 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 ده طحفة طحفة بمعنى طحفة بيفرم لحمة ويحضر الخضار امكانيات عصائر كل الامكانيات انا بحاول اعرب لكم الصورة لتشوفوا كل محتوياته طبعا شافش اخلات بتلاقي هو كذا قطعا طبعا من الوقت الفيديو مش قادرة اشرح واحد واحد بس بصراحة انا بجيب لكم الماركات انا بجيب لكم الماركات اللي انا واسكة فيها يلا بسرعة الحقي واشتري كل بيجهزوا لاستعدادهم للجواز كمان العرسان يلا اشتري هدية لماما لخطبتك خليك انسان عملي وكله هيرجع لبيتك عامل بزكائك وهات الهدية العملي جهاز ممتع محضر الطعام ممتع 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 ومفيد لان بيسهل عليك الوقت كتير وما بيخليكيش تقف في المضخ لا زهقانة ولا مجروح ولا اي شيء طبعا العجانة قاتلة الوقت بالفعل انت شغليها وضبي اغراضك وبدأي حطي كل اللي انت عايزيها حطيها مكان ما بتحطيها ما تخافيش ابدا انك بتعجيني عاجين او بتستخدمي دقيق يعني لا عفار ولا بهدلة ولا اي شيء نهائي عن تجربة شخصية انا جبتها وركنتها عندي فترة طويلة احتجتها بوقت كنت محتاجاها جدا جدا تصعيف لي الوقت بالفعل ندمت 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 اني انا طول الفترة دي ما كنتش بستعملها انا كنت بقول بس تسهل اني اطلعها من الكارتونة وكبيرة بالعكس في منتهى الجميل انا الوقت يا واريكوا ايه دي زي عجنتي بالزبط الحمرة ولونها برضو احمر تحفة 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 لانها بتسع في الوقت ونضيفة وجميلة وبتطلع لك العاجين اللي يعل عليه في ناس مبتعافش تعجل العاجين او قوة ايديها بتكون ضعيفة فدي بتعالج كل الامور انا جايبا لكم نوعيات مختلفة بماركات مختلفة بس كلها موسوك فيها اعملي فطاير اعملي عيش اعملي حلويات اعملي كل اللي بتتمنيه كحك العيد بتساعد فيه جدا 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 الحلة دي تحفة دي اصحاب الديت واصحاب الناس اصحاب المزاج العالي اللي حبوا يأكلوا الاكل سوتية انت ما عليك يقول لك تحط الخضار تزبطي الطايمر بتاعك وتلاقي الاكل عندك جاز ريحة وطعمه وشكله تحفة فراخ دواجن لحوم اسماك خضار حملية جدا 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 وفي منتهى الجمال بعمل لنا اكل خضار سوتية بتعمل لنا السمك بدون نقلي وبدون اي شيء اللحوم حاجة في منتهى الجمال طبعا انا مبارح نزلت فيديو وحبيت طبعا هادي خلاتنا واهالينا وامهاتنا البسطاء اللي ماقدروش يجيبوا مكنة بالكهربا او مايعرفوش يشغلوها لازم دايما نكون فاكرين اهالينا البسطاء اللي هم عايشين بالفطرة مش بسطاء قليلين لا بالعكس مكنتهم كبيرة كفاية فطرتهم جبت لهم المكنة السحرية عشان مايتحرموش من القهوة الكسبريس كفاية الكسبريسو لايعل عليه بتصباتي يا ماما الكنكا دي تصباتي قهوتك وميتك وبتحطيها على الغاز وبتديك احلى نتيجة نفس نتيجة المكنة بالكهربا ومحدش احسن من حد اهالينا دولة ببرك يا ناس عايزين دايما نفتكرهم ونذكرهم بكل خير ودايما نفكر ازاي نرضيهم لاننا عايشين ببركتهم ودي مكنات بالكهربا صغيرة الحجم وكمان وليلة بالفلوس برضو للي يقدر يشتري جبت حاجة كبيرة معلش بس انا الاساس جايب المكنات الصغيرة مكنة دي المركة دي لايعل عليها دي مركز مركز كافي اصلا لفاتسا دي معروفة في منها كافي اهوة يعني بون ومكنة بالكهربا تحفظ امكانياتها عالية جدا اعملي كابتشينو اعملي كافي امريكانو كافي اكسبريسو اللي انت يا حيسان كافي لعتي ودي حاجة صغيرة كده وجميلة مقطقطة للي ما عندهمش مكان وكمان امكانياتهم مش كبيرة قوي طبعا انا النهاردة عمل لها لكم فجأة دوت حاجة جديدة كده تحفة 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 ميكرويف وكمان شوية اتنين في واحد زي ما بيقولو ممكن تسناي عليه بيتسا ممكن تسخانيه في الاكل تستعمليه تسخين الاكل وممكن تشوي فيه ما شاوي اي نعم سعره عالي بس نعليش ده لعريسنا وحبيبنا القادمين على الزواج جودات برضو لازم ندلعهم دلعي بنتك وقتلها واحد طبعا حلل ده في منتهى الجمال انا جايبة زيه بس الاكبر منه ونوع يعني احدث منه بس المركة دي والنوع ده تحفة وخطير وعن تجربة في منتهى الجمال وبيزبط لك اكلك في منتهى الجمال هاتيه بساكة دي تساطنا الجميلة من نفس النوعية اللي انا قلت عليها بتاعت تقمئ الحلل كل بناتنا اللي قادمين على الجواز نصيحة اشتري المركة دي والنوعية دي عن تجربة مركة اصلية وصناعة اصلية انا كمان بستعملهم في حاجات كتير جدا تعرفوا ان انا ممكن استخدمهم ساعات ان انا اعمل كوباية رز سريعة يكون عندي الرز نقص عايزة اكمله بطبق كمان زيادة او حاجة او مفيش حد بالبيت انا محتاجة مش اكتر من كوباية رز بس انا ممكن استعمله فيه او اي اكل كمان في منطقة جميل في التسوية الاكل لا يعل عليه ده بقى جرل تشوي عليه سمك تشوي عليه لحمة تشوي عليه شيش توق ده لاي نفسك زي ما انت عايزة في كل المقاسات ومستطيل ومدور على حسن ما بتحبي تحفة 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 كل ما عليك انك تحطيه على الغاز يسخن جدا 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 لدرجة انك تقولي انه هيتحرق ما تخافيش هو مش هيتحرق لان ده معمول من الاسطير او النيكل اه والرصاص فبيكون حاجة اه قوية جدا جدا اول ما تحسي انه سخن جدا 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 طبعا الحاجات اللي عندك اللي انت محتاجة تشويعة متدبلة جاهزة بتنزلي عليها مرة واحدة تاخد صدمة واسمعي بقى صوت التشتشة وراحة المشاوي وحاجة كده بتفحفح في البيت يا سلام يا سلام انا من عشاء المشاوي طبعا حالة الضغط ضرية جدا لكل بناتنا القادمين على الزواج هي ضرورية لانها ممكن تكون عندك وقت ضيق ومطالبة بتحديق تحكل في وقت قليل جدا ومفاجئ فبالفعل هي بتسعفك ترجمة نانسي قنقر